اشهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء بالجهود الفاعلة التي تقوم بها السلطتان التنفيذية والتشرعية عبر عملهم بروح الفريق الواحد الذي يضع مصلحة المواطن كأولوية والذي انعكس اثره على تحقيق العديد من المنجزات للوطن على المستويات المختلفة بما يرفض اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه وقال سموه ان النتائج الاولية للسنة المالية 2019 التي تم الاعلان عنها اليوم ايجابية ونشكر اللجنة المالية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والسلطة التشرعية وكافة الجهات ذات العلاقة على ما قاموا به من جهود حثيثة من اجل تحقيق الخير للبحرين وكافة ابنائها مؤكدا سموه بان الطموح اكبر ولكنه سيتحقق عبر تنفيذ كافة المبادرات والخطط التنموية للمملكة بشكل تكاملي وبروح الفريق الواحد والتي من اهمها حاليا هو استمرار العمل على تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي بحسب ما تم التخطيط لها حتى الوصول الى اهدافه بحلول عام 2022 مشيرا سموه الى اهمية مواصلة الجهود الحكومية والنيابية بشكل مضاعف من اجل الوصول للاهداف المنشودة للممكة لافتا سموه الى اهمية استمرار العمل على رفع الايرادات غير النفطية وخفض المصروفات وذلك بالتوازي مع استمرار الدعم المقدم للمواطنين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في مجلسه بقصر لقضيبية بحضور سمو الشيخ محمد بن بارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين لرئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي شيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة السيد سمير عبداللناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعددا من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وعددا من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب حيث أعرب سموه عن الشكر والتقدير لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب على ما يقدمونه من جهود وطنية هدفها رفعة ونماء الوطن وعلى ما يبدونه من تعاون بناء مع السلطة التنفيذية والذي كان له الأثر فيما يتحقق من منجزات ومشاريع تخدم الوطن والعملية التنموية في مملكة البحرين وشدد سموه على أهمية مواصلة تحقيق المنجزات التي تصب في صالح المواطن في المقام الأول عبر مواصلة تحقيق النمو الإيجابي للمملكة بما يتماشى مع خلق المزيد من الفرص النوعية أمامه ووضع مصلحته كأولوية عند تنفيذ كافة المبادرات وذلك بالتواصل البناء ومواصلة التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشرعية وتكثيفه خلال المرحلة المقبلة للتغلب على كافة التحديات التي قد تواجهها المملكة بشكل تكاملي مشيدا سموه بكافة الجهود المخلصة التي يقوم بها كافة أعضاء فريق البحرين من السلطة التنفيذية والسلطة التشرعية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الأهلي والتي تم من خلالها رفع اسم المملكة عاليا بمنجزات مختلفة على كافة الأصعدة سواء كان ذلك محليا أو إقليميا أو دوليا مؤكدا بأن العمل الوطني هو عمل يشترك فيه الجميع من أجل رفعة ونماء البحرين ونوه سموه بالجهود التي قام بها المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والجهات المعنية بشأن الفيروس التاجي المستجد الكورونا وما تم اتخاذه من إجراءات فورية احترازية ضمانا لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين عبر توفير الأجهزة والمستلزمات لإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن الإصابة بالفيروس وسرعة استيراد البدل والسترات الواقية المستخدمة في حال اكتشاف أي إصابة إلى جانب العمل على ربط مختبرات وزارة الصحة العامة مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية مثل مركز مكافحة الأمراض العالمية من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة الحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب سمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأولي رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص لتحقيق تطلعات المواطنين وخلق الفرص النوعية أمامه عبر تهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من الوصول لأهدافه بما يعود بالنماء على الوطن مشيرين إلى الاهتمام الذي يحرص سموه على تعزيزه بين السلطتين تنفيذية وتشرعية والذي سيصب في نهاية المطاف في صالح نماء ورفعة الوطن والمواطن مواطن